ابتدت في بعض الأقويل داخل نادي الزمالك على بعض الصفقات الأجنبية في فترة الانتقالات القادمة الزمالك أنا هقول لحضراتكم مجلس إدارته شغال إزاي؟ مجلس إدارته شغال على ثلاث محاور مجلس إدارة نادي الزمالك شغال على ثلاث محاور أول محاور وهو إن إحنا مفيش أي حديث غير ما الكونفدرية تخلص والدوري المصري مشوف إحنا اللعيبة دي والدنيا راح على فين يعني قبل خمسة اللي جاي ترمي السكينة أو ترمي الشوكة كده في نادي الزمالك ترين وأنا راهن اللي بقول لحضراتكم ده أي حد يقول لحضرتك داخل نادي الزمالك على معلومة رأس حرب نادي الزمالك والبلي ميكر داخل نادي الزمالك دلوقتي هو الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك هو اللي معاه كل المفاتيح هو اللي معاه كل المفاتيح هو اللي عارف كل القصص وهو فقط لا غير يعني المعلومة ممكن تلاقي ربعها هنا نصة هنا نقصة حتة هنا مش واضحة هنا لسه مستنية قرى مجلس دارة ولكن هو اللي عنده قصة قفل على المواضيع عايز يعملوا الحقيقة الراجل شغال بشكل رائع جدا وأعتقد أنه هو يعني بتطلع المعلومة دلوقتي بنات الزمالك وقت الحل هنفك الكتحة هنفك الكتحة هنفك الكتحة هنعمل كذا هنجيب صفقات جاب الصفقات رغم أنه هو نجح في موضوع الصفقات ده أنه يقفل على الملف بالكامل وده شيء صعب ومعقد جدا ولكن ده نجاح يحسب بشكل كبير طيب فيه ناس بتقولك ماشي عم الصفقات مش مهم دلوقتي زيزو بقى وعرضو بقى الكدير وبتاع وأنا بكلم حضراتكم دلوقتي زيزو زمالكاوي طب ما هو زمالكاوي دلوقتي وبكرة زمالكاوي وبعده زمالكاوي والسنة الجاية زمالكاوي جبتها منين دي حضرتك جبتها من مجلس إدارة الزمالك ومحبي نادي الزمالك اللي شايفيني نزيزو ده موضوع موضوع مختلف وتصريح مجلس دارة الزمالك ومحبي الزمالك زيزو وابني عليه أي حاجة تانية واحد يقول لي زيزو السقفة انسى انسى زيزو ليه ابني عليه بس خلصت الشغلانة زيزو زمالكاوي فقط لا غير المدرب يا جماعة في ناس كتبة قالك ان يعني في تغيير والمدرب ده الراجل لسه ما سلمش عن الناس هل يؤقل انه موضوعية فتح دلوقتي هل ده هل ده كلام عائل برضو افرد الراجل فاس بالكونفيدرالية وعلى فكرة وعلى فكرة وافرد وافرد ما فاس بالكونفيدرالية الراجل لسه جاي وبيبني فريق حياخد وقته اعتقد ان اقدارة الزمالك اللي موجودة عندها وعي كبير ان الراجل ده يكمل على أقل المسلم القادم بالفرقة اللي بناها ويشتغل وربنا وفاقه ياخد الكونفيدرالية ويشتغل ونشوف يعني الزمالك كده ان شاء الله بإذن الله بشكل رائع لان احنا الزمالك بجمهوره الكبير العظيم ده يستحق ان ياخد الكونفيدرالية ويروح لنقطة بعيدة جدا